محمد حمدان دقلو المعروف بحيمتي هو الوجه الابرز العلني لما تسمى قوات الدعم السريع التي تحارب الجيش النظامي في السودان حاليا عدا ذلك يلف الغموض هذه القوات غير النظامية فيما يخص قوتها العسكرية وتركيبتها واهدافها ومصادر تمويلها قوات الدعم السريع نشأت في عام 2003 في عهد الرئيس السابق عمر البشير تحت اسم ميليشيا الجنجويد سيئة الصيد في إقليم دارفور حيث اتهمت حينها بارتكاب فضائع وجرائم حرب بحق سكان الإقليم بعدها تحولت إلى ما يشبه القوات الرديفة التي تساعد في تأمين حكم العسكر في بلاد مترامية الأطراف وتعاني من نزاعات كثيرة يقدر عديد مقاتليها حاليا بنحو مئة ألف ينتشرون في قواعد في مختلف أنحاء السودان ومع أنها لا تمتلك دبابات وطائرات إلا أنها تعتمد بشكل أساسي على الآلاف من عربات رباعية الدفع الأمر الذي يمنحها ميزة سرعة الحركة والمناورة مقارنة بالجيش النظامي قوات الدعم السريع لا تمول من ميزانية الدولة لكن هناك تقارير تشير إلى نجاحها في تأمين موارد كبيرة من خلال إنشائها لإمبراطورية اقتصادية تشمل أيضا التنقيب عن الذهب في عام 2019 تحالف حمتي مع الجنرال عبدالفتاح البرهان في الانقلاب على الرئيس السابق عمر البشير الذي أطيح به في خضم احتجاجات شعبية عارمة ثم تعاون الجنرال أن في الإطاحة بحكومة عبدالله حمدوك المدنية في عام 2021 بهذه الخطوة أنهى البرهان واحمدت اتفاق تقاسم للسلطة بين المدنيين والعسكريين لكن الخلافات سرعان ما دبت بين رئيس مجلس السيادة ونائبه لتنفجر على شكل صراع عسكري مفتوح حاليا لا أحد يعرف مكان إقامة قائد ميليشيا الدعم السريح حمدتي الذي نجح في التدرج من تاجر جمال بسيط إلى قائد عسكري برتبة فريق لكن من المؤكد أن السودان يواجه خطر الانزلاق إلى حرب أهلية قد يطول أمدها ترجمة نانسي قنقر